وتأخذ أشخاص أقل من مدير عامل ومفوضين خمسة وراحين لبيروت ولا أنا ولا أبو الأمم المتحدة مرحة 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 للإغراء الترغيب والترغيب بعدين اسمح لي دكتور أنه نرجع للمحاصصة وانطيق مثل في 2011 أنا عضو لجنة الحذ من التزوير وحيد أنا مدير عام لجنة حساسة حساسة جداً بها ثلاث مفوضين وبها رئيس عمليات الأمم المتحدة الانتخابات وأنا معهم وأنا تقريباً نشط بالموضوع وأعمل التقارير يكلفوني وأتشاور مع الفريق الدولي ووصلنا إلى نتائج مهمة جداً كيف نحض من التزوير فأنت تسوي ورشة للحد من التزوير في بيروت تأخذ مدير الاقتصال الجماهيري وتأخذ شخص إداري مدير عام إداري وتأخذ أشخاص أقل من مدير عام ومفوضين خمسة وراحين لبيروت ولا أنا ولا أبو الأمم المتحدة مرحة المعنى مرحة مرحة أنت رئيس اللجنة مرحة 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 ما نسألناهم وأنا الحقيقة مسألة حتى لا يفكرون أنه سفر أو مسفر سألوهم جماعة كيف هو عضل اللجنة وهو اللولب داينمو اللي يعمل التقارير وغيرها ما يجي فأحد المفوضين والله هو أنا أعجبني صراحته بس هو طبعا خطأ قال أنه صار توزيع على الأحزاب يعني صار على هو تقريبا على الأحزاب على المكونات سفر على أحزابها؟ ايه السفر قال هذا تابع إلى فلان جهة وهذا فلان جهة مون يطالب بهم مو بالمجلس هو يصير الكلام عن أنه مون يترشح فهذا المفوض عند هاي الدائرة هو تابع له من جهته وكذا يقول أنا أريد فلان هذا يقول أريد فلان يجي والدي الزيدي مستقل أو يمكن اثنين ويايا ثلاثة مستقلين من المدراء العامين اللي هم بحدود سبعة وثلاثين بوقت هم نتعينه يقول لك والله ما حدي أعلني أشكرا أقول لك أه يعني ما حدا فانتك شون تبني مؤسسة؟ يعني حتى باختيار المدراء العامين بألفين وسبعة وأنا ما يعرفوني شنو مكوني أو كذا دخلوا كل من عنده أسماء المدراء العامين عندهم ومقابلة فصار في داخل المجلس حوار فلان المنتابع قال له أنه سجلة خلاص صار أنه يعني توافق عليه واحد يقول له أنا هذا جماعتي مشي وأنت مشي جماعتي فجو الوليد الزايد يابا المنتابع ما حاج يصوت له رئيس المجلس الرجل أنا يعني اعتز به كونه حكيم منو كان؟ فرد الحيدري أستاذ فرد الحيدري ما يدخل بالفنيات وعنده كلمة حلوة يقول لهم للمجلس ليش أنتو الدخلون بالفنيات موعدنا فنيين خليها برقبتها وحتى باشر يصير خلل حاسبة هذا صحيح هو هذا صحيح لا الدخلون بالفنيات فلذلك قالهم الرجل قالهم أخوان هو يعني لا أنتو تقولون تابعنا لا هو إلكم ولا إحنا كأكراد ما ما تابعنا فالشون هو يعني تكون بديلة لو تحتاجوا كمدير عمليات قال له والله نحتاج لنا نحن قدنا من انتخابات وهو أفضل من موجود بالدائرة فجاوبهم قالهم حسبوا علينا صوتوا له فالتسعة هم ما صوتوا لي تسعة من التسعة يعني أنطيك مثل أنه هم يعني استقلالية أنت يعني تضيع بها بس أنت شو تسوي دكتور وين الإغراءات نتحدث نسمع غراءات المفوضين المفوضات الانتخابات شراء ذمام يعني إحنا إذا ما نقف الحدث لا ما نقدر نوقف بس تصورات ما نقدر نوقف ها التصورات أنت من تشوف تزداد المنافع والامتيازات أنت لازم تتوقف ليش وين المنافع عندهم زادت شو كيت؟ يعني زادت مثلا بالمجلس الثالث اللي سوى 2014 اللي صار 2012 اللي سوى انتخابات سوى انتخابات 2014 و13 و14 مع المجالس المحافظات نعم نعم يعني زادت شوية كان أكو نوع من الرضاء من مجلس الوزراء عليهم وأكو نوع من الكونتاك أنه تحصل امتيازات بسهولة يعني مثلا سيارات أضافية مثلا إيجار للدور شهري ما كانت موجودة ما كانت موجودة ما كانت موجودة ما كانت موجودة سابقا يمكن بالمجلس الثاني مفوض واحد بس انطوء إيجار بيت وهم صارت بها لغطة والمجلس الثالث كل ما انطوهم إيجارة كلهم الثالث شهري إيجار شهري سيارات أضافية يعني قضايا تريد إجازة السلاح تريد باجات دخول المنطقة للحمايات وغيرها بعدين التعينات أنه أنت ممكن تعينات إفادات صارت تفد شي غير مألوف فهو هذا اللي جنابك يعني تفضلت به ربما المغريات من تزداد والمنافع تنطيفد نوع من الألارم يعني نوع من التحذيرات مفوض افتهمنا وكيف مفوض هذا القانون هذا أنت تجي تحاسب ما تحاسب المجلس المفوضين تجي تحاسب منه شرع القانون الشلطة التشريعية وأنا حسب معلمت كل هذا الحجي اللي صار على الوكيل المفوض عادوا اللي بقاء عليه بهذا القانون الأخير وهو مفصل زايد؟ زايد طبعاً مجلس المفوضين الثالث الآن نحن حتى نتكلم الحقائق هم يعرفون مفصل زايد من زمان بس هم أكون نوع من العداء شبه الشخصي مع عدد منهم كتبوا كتاب أمانة مجلس الوزراء أنه يلغى تعينهم ومنعوهم حتى من الدخول إلى المؤسسة قالوا هذا مفصل زايد طعناه بالمحكمة محكمة قضاء الموظفين كسبوا لماذا يكسبون؟ لأن القانون هو يذكر لكل مفوض وكيل مفوض والمحكمة تمشى على القانون تمشى على القانون جابوا كتبهم ورجعوا ورجعوا كتبوا المجلس تغيرت رأس الوزراء كتبوا المجلس الآخر أيضاً سرحوهم فأنت إلغي هذا المفصل لماذا تجيب أشخاص وترجع تطلعهم خارج المؤسسة والتعيين بشكل غير قانوني وكتاب الأمان العام المجلس الوزراء كتب المفوض قالهم هذا غير قانوني هذا أوامر ديوانية موقع لها رئيس الوزراء قلتوا لا يجوز بس أنتوا اتخذوا إجراء خليوا غيرون القانون تلغى هاي الدرجة وبعدين أكو بيهم يجوز أشخاص يعني بيهم مجال أن تودي عندك شاغر بمكتب انتخابي تخلي مدير مكتب وإلى أن تنهي هاي الحلقة الزائدة ما لألمها السباق هاي الحلقة هاي الزائدة في هذا القانون بس هي زائدة هاي لو زائدة بس هيها زائدة يعني لأن شنو هذا مدير عام عند حمايات وكيل مفوض عنده حمايات عنده امتيازات عنده سيارة عنده مرتب وهو ما عنده مديرية عامة يعني أنت مدير عام غير عنده مدير عامة شنو توصيف عمله شنو؟ يتابع عمل المفوض يتابع ملفات المفوض يكون بديله في أثناء عدم تواجده دون التصويت مع العلم أنه بعدين حتى مجلس المفوضين قال لا نساعده بالعمل بالسفر بالإفادة الثالث المجلس المفوضين قال حتى موكل مفوض لا يصير يدخل بعد لا بديل المفوض على ناعد مفوضيجي